أخواننا موضوع السياسة الشرعية لا بد تنتبه لنقطة معينة إنه نحن كلامنا في هذا الموضوع بينبني على نصوص شرعية من القرآن والسنة عشان كده ما بنسمح لعلماني بعدين لما نفتح الفرص ما بنسمح لعلماني إنه يجي ناقشنا في النقاط ما لم يسلم معانا في الأصل كويس؟ يعني أنا لما نجأ الآن أذكر لك شروط الحاكم وشروط تنصيب الحاكم وكيف ينصب الحاكم أنا بابني كلامي على أدلة شرعية إنت علماني دار تجيب ناقشني في الحاجات دي وإنت ما مؤمن أصلا بالمصدر المصدر الآن بابني عليه كلامي وأدلتي منه إنت ما مؤمن به كويس؟ يبقى علماني بعدين لما نتجي أول حاجة إنت مؤمن به الله ولا لا وإحنا عندنا العلمانيين ما مؤمنين بالله وطلب شاهدوا شافوا بعيونهم وسمعوا بأضانهم ودي الحاجة المحرقة العلمانيين تقال محرقهم شنو؟ إنهم كشفوا بعدين الناس دي الماء أغبية زي أبو الدقيق وهم مفتحين الكذان شوية كانوا مفتحين شوية دي الأغبية زي أبو الدقيق بيجي طوالي برمي نفسه حين؟ محل الخطر برمي نفسه محل الخطر يا أخي أنت يا أداب عمرك في البلد يا أداب بيبي أنت لسه بتلبس بمبرس تجي طوالي دار تكشف منهجك مرة واحدة للمسلمين إنه نحن ما دارين إسلام كفر بس يا أخي كذا ما بيقبلوك يا علماني يا بليد ما بيقبلوك بالطريقة دي فأرجع وأقول للمرة الثانية إنه العلماني نقاش نمعات أول حاجة في مسألة الإيمان بالله مسألة الإيمان بالله ودي ودي لو جيد انت دار تناغش فيها والله حتنعصر عصر يا تؤمن بالله ولا حتمرك على كفرك الأصلا جيد خاشي بيوي علماني عرفته؟ أما لو ما أمنت بالله ما بديك ما جالت يتناغشني في النقاط أبدا طيب دائر أتكلم عن شروط الحاكم في الإسلام أن إحنا مثلا دارينا نصب حاكم ودي ذاته بأذكره لك بعد شوية إنه حق التنصيب ذاته بيرجع على منه مين هم؟ مين هو البيينصب الحاكم؟ هذا الموضوع ده بيرجع على رأي الشعب ده هأذكره لك بعد شوية لكن أول حاجة دارينا شوف الشروط التي ينبغي أن تتوفر في حاكم المسلمين العلماء قالوا شروط كثيرة من أهمها أولا العدالة الجامعة بشروطها ومن ذلك أول حاجة الإسلام الحاكم لو ما مسلم ما بيجوز إنه ينصب على حكم وولاية المسلمين لأنه ربنا قال ده الدليل الله قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الكافر ده لا يمكن ينصب ولأمر على المسلمين وبرضو حاجيك بعدين لأنه الشروط دي لو اختلت الشروط دي ممكن تختل كويس؟ إما كلها أو بعضها بس كنلاقي إذا الشروط دي اختلت التعامل الشرعي هيكون كيف؟ يبقى أهم شرطي في الحاكم إنه يكون شنو يكون مسلم كافر ما فيه ما تجي تقول لي عنده حرية إنه ينصب نفسه والدستور قال يا عزوال الله قال ما تقول لي الدستور الله قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين شنو سبيلا الموضوع انتهى الشرطة الثاني الذكورة لابد يكون ذكر تعرف ذكر يا ألماني انتهى ما بتنفع في المسألة دي لابد يكون ذكر لازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة لاحظ لن يفلح أدنفي مؤبد لن يفلح قوم ولوا أمرهم وقوم دي نكر يا ألماني يعني أي قوم الحديث ما بتكلم عن ناس معينين لأنه ما قال لن يفلح القوم الذين ولوا أمرهم امرأة ودرد عليك يا شعبي يا تابع للتراب كويس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم يعني أي قوم ولوا أمرهم شنو يا أخواننا امرأة يبقى الحاكم ما ينفع تكون مرة أبدا ليه ما ينفع بكلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو ما أنا ذكرت لك أدلة عقلية كلام الرسول ده ما بيكفي كفاية من غير ما تاني أضرب لك أمثلة على أدلة عقلية كلام النبي ده كفاية والحمد لله نحن عندنا كفاية كويس الشرطة التالت شرطة الحرية ودي مسألة العلمانين برضو بيجقلبوا فيها لكن لابد نحن نذكورها الحاكم لازم يكون حر ما يكون مملوك يا علماني ومسألة ملك اليمين والرق بمسألة موجودة ما بقيت السماوات والأرض مسألة موجودة ما منتهت مسألة ملك اليمين موجودة موجودة لكن مربوطة بالجهاد الشرعي متى ما وجد جهاد شرعي توفرت فيه شروط الجهاد بين المسلمين والكفار فمسألة ملك اليمين والرق ما له مسألة موجودة محسومة دليلنا على الكلام ده قال تعالى قال تعالى يا علماني أفهم الكلام ده كويس قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أو دياع الماني العلماء قالوا للتخيير إلا على أزواجهم كذا نشرح لك الآية بالراح حسنا ولعلك تفهم ولو مر لعلك تفهم ربنا في هذه الآيات يثني على المؤمنين من صفات أنهم لفروجهم حافظون لأنه نحن عندنا الفرج ده الأصل فيه الحفظ والمنع والتحريم ما الأصل فيه الشغل بتاع الودة الخشل مرة الفاتد لا 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 تقول لي ما خطير يا زون نحن عندنا والله الفرج ده خطير جدا والله الودة وجوده في الداخلية أخطر من فايروس كورونا والله العظيم الكلام ده فهم كويس يا طلاب وجود الولد ده في الداخلية أخطر من فايروس كورونا كيف ما خطير يا زون يا زون كيف ما خطير لكن كذا خلينا من بي ربنا قال إلا على أزواجهم ده الحلال في الفرج لأن الشريعة الإسلامية ما قيدت لك الفرج ما قيدت لك أدتك مساحة وحللت لك في الفرج كويس وده ذاته فيه ورد على العلمانين أليس بيجي يقول لك السلفين دهل عندهم كبت جنسي ولا كبت بتاع شهوات أن إحنا ولا إتا يا بتاع الإناي أن إحنا ولا إنتا يا زون أخواننا ديل بفضل الآسي معظم مزوجين بل منهم يمشي على أربع ومنهم يمشي على ثلاثة ومنهم يمشي على اتنين معظم مزوجين لكن إتا إتا بتاع اللوات منو فينا عنده كبت جنسي على قبل منو فينا عرفتها فالله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يبقى أنت في مساحة الفرج وحل لك اللي اتنين ديل الأزواج من واحد إلى حد أربعة كويس الله قال أو ما ملكت أيمانكم يجي العلماني يقول لك الكلمين ما في وإن إحنا ربنا أحل لنا ملك اليمين تجي أنت تحرم ما أحل الله المسألة بالخيار ياخد تعارف دي زي شنو اتخيل معاي زول يجي يقول لك تشرب منغة ولا جوافة تقول له منغة العلماني يقول لك لا إلا جوافة على كيفك أنا دعا أشرب منغة على كيفك ما اللي اتنين حلال بي نفس المفهوم الله قال الأزواج وشنو وملك اليمين فإنت مخير في حال وجود ملك اليمين مخير إما في الأزواج وإما في ملك اليمين بل العقد بتاع ملك اليمين أوسق من عقد النكاح والله العظيم شفت ملك اليمين دا ما فيه عقد طبعا مش تفهم من كلام العقد إنه فيه عقد لا 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 ملك اليمين دا ما فيه عقد دي حلال ليك كده طوالي من غير عقد والرابط أوسق من رابط النكاح كما قال بعض أهل العلم فالله قال أهو ما ملكت أيمانكم وهناك في النساء الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما ثنى وثلاث ورباء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو شنو ما ملكت أيمانكم وأوهنا برضو للتخير ياخذي مسألة حلال يا علماني إذن الحاكم لابد يكون حر لأن المملوك ما عنده ولاية على نفسه فكيف يكون عنده ولاية على المسلمين أخوان على نفسه ما عنده ولاية لأنه مملوك إلا يتحرر إلا يتحرر كويس؟ دي من الشروط كذلك من الشروط العلماء قالوا البلوق البلوق والعقل الحاكم البيعكم والمسلمين ده ما ينفى يكون شافع صغير لازم يكون شنو بالق عاقل ودليلنا على الكلام ده أوش ربنا قال في القرآن قال تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فالسفيه بعض المفسرين قال الغلام الطفل الغلام إذا كان في المال الخاص ربنا نهاك تدي الولد قروش كثيرة ولدك عمره سبعة تمانية سنوات تم اشتديه عشر مليون همشي يشتري بها شبس كلها هشتري بها شبس عشر مليون هيقطيها لك كلها في شبس لأنه ما يحسن التصرف وقد تكون انت في البيت قروش الكهرم وما دافع والولد يمشي يأكل شبس بعشر مليون عشان كده أخوانا ما ينفع الغلام يكون ولأمر على منه على المسلمين ودليل من السنة حديث أبي هريرة وهو عند البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال هلاك أمتي على يد غيلمة سفهاء الشام المعثيمين عليه رحمة الله استدل بهذا الحديث إن ما يجوز تولية شنوه الغلام الصغير ما يجوز يولى على المسلمين والشاعر قال قال الشاعر قال إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللها وبعضهم قال ترى في كلها خللها الأمور إذا دبروا الأحداث يعني الصغار دون الشيوخ قال لك ترى في كلها خللها وده أمري مشاهد فما ينفع يولى على المسلمين شنوه شباب ولد غلام صغير صبي دي من الشروط كذلك وقلنا أخوانا برضو يلحق بذلك العقل ذو المجنون ده كيف توليه على المسلمين ما ينفع مجنون ما ينفع كويس؟ لأنه ده حيفسد فساد عظيم جدا حيفسد فساد عظيم جدا ولا حيقدر يدبر الأمور أصلا وده في نفسه ما بيقدر يدبر أموره فكيف يدبر أمور وشؤون المسلمين كذلك من الشروط قالوا الحاكم ده أخوانا لابد يكون عنده علم نمرة واحد نمرة اثنين يكون عنده رأي نمرة ثلاثة يكون عنده شجاعة يكون عنده علم له عشان يعرف عند النوازل يعرف ينزل الأحكام في محله شكد ربنا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالحاكم ده لازم يكون عنده علم بالشريعة الإسلامية ما ينفع يكون ذول الرأس فاضي إذا نزلت نازل على المسلمين ما يقدر يحلها ولا يقدر يحكم فيها ده ما بينجح إنه يكون ولي أمر على المسلمين كذلك يكون صاحب رأي ما يكون إنسان طيش الطيش ده ما بينفع أخوان لأنه حيضيع نفسه وحيضيع المسلمين ممكن يمشي خشها في معركة المفروض ما يخشها يضيع الشغل فوق تحد ويكون بسبب المسلمين ده اللي اتكتلوا وماته فلابد يكون صاحب رأيي يكون عنده رأيي سديد ولازم يكون شجاع الجبان ما بينفع لا يا أخوان عشان يحمي بيضة المسلمين كويس؟ ويسد الثقور يسد الثقور كويس؟ ويحمي أعراض المسلمين ويقدر يجاهد يجاهد وينكل بالأعداء لشان كده العلماء قالوا إذا قالوا ما ينفع تولي أمر المسلمين من كان جبانا ذو الجبان ما ينفع ما ينفع أبدا لو جاءت ضربة ساي زي الجماعة الخشو بغادي ولا الضربة بتاعته ليرموك لو جاءت ضربة تلقاه لبت تحت السرير دا ما بينفع ما بينفع يكون ولا أمر آزم يكون شجاع تلقاك الدم بمرك بره طوال ما بينفع يكون ولا أمر على المسلمين كذلك من الشروط العلماء قالوا يكون سليم الحواس والأعضاء عشان يباشر بيها أمور الولاية يعني مثلاً دول كراعه مكتوعة دا ما ينفع أنه يكون ولا أمر على المسلمين ما ينفع ليه لأنه بيحتاج ليكون راعه دي بيحتاج أنه يتحرك ويمشي في الجهاد وكذا كويس فالعلماء قالوا لازم يكون شنو يا أخوانا سليم الحواس برضو زي السمع والبصر ولأمر أطرش دا يتفاهمه معه كيف لما أنت توريه الحاصلة تكون البلد اتخربت ولا العميان العميان برضو ما بينفع أخوانا فدي شروط العلماء خطوبة وباعتبارات ما خدتها ساكن خدتها باعتبارات وبنظرة سليمة طيب إذا الشروط دي أخوانا اتفقدت مثلا في مرأة جاءت نصبت نفسها وقالت أنا ولية أمر المسلمين مرأة مع أنه نحن جبال قلنا المرأة ما لا ما بتنصب نفسها جاء واحد كافر اتسلط زي الفاكر داك مش كان متسلط على البلد دي ها جاء واحد زي دا مثلا كافر جاء اتسلط وابقى بقى ولي أمر على المسلمين إما اتفقدت بعض هذه الشروط أو قل اتفقدت كلها في الحالة دي موقفنا الشرع شنو العلماء قالوا إذا استتبليه الأمن الزون المصل الضولة لو فقد الشروط بقى ما قرشي سوداني ما توفرت فيه شروط إذا استتبليه الأمن كويس فما بيجوز الخروج عليه إلا وإزالته وتغييره إلا إذا توفرت شنو الشروط الشرعية في إزالته أفهموا الكلام دا أخوان ما بيجوز نخرج عليه ولو فقد الشروط الدليل شنو على إنه ما بيجوز الدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع أو قال اسمع وأطيع وإن تأمر عليكم عبد شنو حابشي انت كتركز في الحديث دا شوف شوف الأمير دا فقد كم شرط أول هاجة قال تأمر يعني جاب الشغل جنو جاب قلع نمر يبقى فقط شرط شنو شرط الاختيار وده بعدين أنا بذكروا ليك لو في زمن تغلط تأمر براو نمر اتنين عبد فقط شرط شنو العرية قبل قلت لك لازم يكون حر تلاتة حبشي دي ما في أي سألة الحبش طبعا فواحدين بيفهموا إنه دي في أي سألة الحبش لا يا أخي النبي ما بيسي لزيد ولا عمري من الأمة كويس؟ لا لا لكن لأنه فقد شرط شنو إنه ما قرشي قال لك حبشي يعني ما قرشي طيب هنا فقد ثلاثة شهور شرط ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال اسمعوا وأطيعوا يبقى دا دليلنا على إنه الشرط لو فقدت كلها أو بعضها في الحاكم الواجب علينا نسمع وشنو ونطيع لغايد ما تتوفر الشروط الشرعية في إزالة أو تغيير كويس؟ إذا بيقوا تاني إذا المسلمين بعد ذاك بيقوا عندهم قدرة إنه يزيلوا الزول دا يغيروا كده من غير ما تحصل كركبة في البلد ولا دماء تسيل ولا ناس يشردوا إذا الموضوع دا حصل طوالبا راحة يشيلوا المرد يجيبوا لهم راجل ولا يشيلوا الدنقلاو دا ويجيبوا واحد غرشي لو بيقى موجود إذا ما بيقى موجود تاني بعد ذاك بينظروا للمصالح شنو المصالح الشرعية طيب دي أخواننا الشروطة الآن باستحضيرها باستحضيرها الآن إنها تتوفر في شنو في الحاكم أول يا ألماني تجد قول لي إيش معنى يكون قرشي إنت مؤمن بأي الله يا ولد أول هاجم ما تقول لي إيش معنى مؤمن بأي الله ولا لا لو قلت مؤمن بأي الله أخلاص الموضوع انتهى النبي قال ليك يكون قرشي وربنا قال من يطع الرسول فقد أطاعه فقد أطاع الله فمن الموضوعنا معاك يا ألماني في هتة طيقة شديدة بالمناسبة كويس يا ما تفرفر كتير ولا تجد غالطني بالكلام اللي قلتو ده إلا تؤمن بأي الله أول حاجة كويس إذا في زمن أنا دار أذكر كويس خلاص نمشي إلى مسألة يا أخوان إنه الحاكم ده مين هو البختار الحاكم ودي مسألة مهمة وعمل شوشرة لناس كتار الحاكم ده يختاروا كيف هل يختاروا بل انتخابات لا انتخابات دي ما طريقة شرعية أبدا ولا فيها مصلحة أصلا للمسلمين ليه لأنه نضرب لك مثال واحد الانتخاب ده ممكن أنت تشتري الناس بقروشك وانت تكون أصلا ما أصلح ولا فيك شروط الحاكم أصلا لكن تجي يا زول تشتري لك ناس دارهاويش ترجع شيخ الطريقة بس بس شفتها شيخ الطريقة ولا تمشي للدارهاويش ترجع شيخ الطريقة عربية لاندو قروزر جديد أكرت تقول لها شيخ أنا طبعا منتخب وكيد تقول لك لا لا بشير يجوك في التصويت واحد درهاك بين دفار واحد درهاك بين أمجادات والعلم دي مرفوعة فوق يا ناس ماشيين وين ماشيين صوت تصوته لمنه والله ما عارفين ترى ابونا الشيخ قال صوت ولا عارفين ذاته ججر فار جزر طماطم وشنو ذاته ما عارفينه بس طوالي ابونا الشيخ قال صوت والله لو بيقى إبليس ده مش نصوت يبقى هالدي بي وده شوال الكم ماشيين به الكيزان تقال الكيزان كانوا ماشيين كيف الكيزان ده المجار ما كانوا ماشيين به نفس الطريقة دي يمشوا للبرعي في الزريبة يرقعوا عليك تمام والله يرسل من هناك آلاف الدراويش كويس؟ طوالي تلقى الكيزان هنا فازوا العلمانين يكوركوا لا يفزتوا ما فازوا بالدراويش عرفتها؟ فتعرفوا يا أخواننا إنه مسألة الانتخابات دي دي ما حاجة شرعية أصلا كويس؟ وحتى مسألة الشورى لأنه في واحدهم يقول لك الانتخابات ديه الشورى ذات لا دي ما شورى لأنه أخواننا أول حاجة أهل الاختيار البختار والحاكم ديال في الشريعة الإسلامية اسمهم أهل الحل والعقد أهل الحل وشنو؟ والعقد وتعريف الشيخ سليمان حفظه الله الرحيل عرفهم فيه أربع كلمات بس أهل الحل والعقد ديال منهم قال هم أهل العلم والرأي والشوكة أهل العلم والرأي وشنو؟ والشوكة يكونوا ناس علماء ديالة بيختاروا الحاكم ناس علماء عندهم علم كويس وناس عندهم رأي سديد ما ناس ترنقع ساي واحد لابس لبنطلون ما تعرف كيف كيف دا قال دا ريجي اختار الحاكم قال وإنتك تصلح بنطلونة كويش أول حاجة بعد ذلك تعالنا تفهم شغلة بترجع لناس علماء يا أخو ناس كبار وعقول كبيرة بيعرفوا يميزوا الوضع ما بترجع اللي يشوف عساكت هواس عرفتها؟ ويكون ناس عندهم رأي وناس الشوكة ديال منهم ديال الناس اللي عندهم شوكة في البلد يعني عندنا هسي ديال قوات المسلحة مسلا القوات المسلحة ديال بيدخلوا في أهل الحلوة شنو؟ والعقد يعني لو دارين يختاروا إمام أيوة يتلموا العلماء والكبار أو رؤساء القبائل الناس الكبارة الهاجلين اللي عندهم علم عندهم فقه بحال الناس يتلموا مثلا مع القوات المسلحة ويقعدوا ويتشاوروا كويس؟ والشورة دي ما إلا إلا يكلموا بها كل الناس يجوه يجوه بتاع بتاع الركشة طبعا نحن دارين نختار فلانا بتاع الركشة رأيك شنو؟ لا يا غنى ما بشوف الزل مناسب يا وتلقى طاقي لا حاجة ولا فهم روح زاته يخي دا ما بينفع الشورة ما إنت قال على الحل والعقد يمشي شاوره أي زول؟ لا 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 يقعدوا براهم إن شاء الله ستة سبعة انفار أو عشرة أو أقل يقعدوا وقالوا نحن اخترنا فلان نعم وبايعناه دي البايعوه أيو تاني تجيب البيعة على جميع المسلمين كلهم ما إلا إنت تمشي هناك القيادة واسلام عليكم السلام الرئيس الجديد أنه يأخذانا بايعو يخي ما لكم مالو انت اعتقد البيعة بس في قلبك ما ما بتلقي طريقة تمشي وبايعتك وما فاضي ليك ذاتك مش بايعوه أهل الحل والعقد نعم طوال إن إحنا الرعية نعتقد البيعة وإن؟ في قلوبنا وإذا مت وما في قلبك بيع بعد اختيار أهل الحل والعقد فقد خلعت ربقة الإسلام من عنقك فالمسألة دي خطيرة لأنه من هذا يقول لك والله أنا ما ببايع يا زول المسألة دي خطيرة مسألة دي فيها وعيد شديد الناس اللي اجتمعوا اختاروا أيوا البيعة دي في رقبتك طوالي الثاني ما فيه اثنين ثلاثة طيب فديل أهل الحل والعقد هم اللي بيختاروا شنو يا أخوان هم اللي بيختاروا الأصلح لولاية أمر المسلمين اختاروا خلاص ثاني ما فيه أي مجال للطعن فيهم ولا فيه كلام ولا فيه أي حاجة طيب دي بعض المسائل بتحضرني وكثير منها قد يكون فات مننا لكننا شايف انه نفتح فرصة للأسئلة والمداخلات والحوار والنغاش